عندهم الرعب من المغرب وكي ما قلت لك هو فشلهم بلاء الدولة تبقى في واحد الخطاب دي اليوم مجاهد في 2016 واحد ده عشرين غشة في 2016 قال لهم احنا فشلنا في بلاء الدولة ما بعد استقلال تبع عندهم مشكلة كبيرة وماذا ده بس استمرار للنفق الاستعماري عش ما انفق الاستعماري هو الفرض القوى الضريبة يعني الدولة المحورية احنا ولا ما كنوالو كذا 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 نحن دائما نحميكم من عدو خارجي مفتارات بالنسبة لهم الرعب اللي عندهم ما وقع مؤخرا من اختراق اسرائيل عن طريق وسائل الاتصال هذا كله فيجر واللاسلكي وكل التليفونات لحزب الله فهما اصابوا من الرعب على اساس يقولون بان المغرب له علاقة مع اسرائيل وكذا كذا ربما هما مخترقين ويجيب اقفال كل شيء واعادة كل شيء المسألة الاخرى اقفال كل شيء بما فيهم الاشخاص بما فيهم الاشخاص قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا في قناة اشكين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين اذا عجبكم المحتوى فارتجوه مع اصدقائكم ولما تدنا الاخبار تليشارجوا تطبيق اشكين من بلاي ستور واب ستور ترجمة نانسي قنقر